اهلا بيكو ايه وعا تقول لي ما احنا بنزبط الزيت وبننظفه وبنفلتره وبنكرره عشان خطر برضو المسألة تبقى على قد المعايش بالمناسبة اللي انت هتوفره من ده بعد الشر عن الجميع انت هتصرف قد عشرات المرات علاج صحة سموم ومواد مصرطنة وما الى ذلك في خطورة داهمة على حياة حضرتك لما بتقرر او تسمع كلام حد يقولك ده الزيت ده مفلتر ده مكرر ده مدور ده مفيش كلام من ده خلونا نحاول نفهم اكتر على اللي بيحصل وعلى الكارسة اللي بيسببها النوع ده من الاستخدام مع سيارة النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري وبتاق التأنيس بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا منوران ازاي الصح؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله ايه حكاية الزيت المدور والمكرر والمفلتر؟ دي حكاية كبيرة قوي وليلي طيب بداياتا احنا بس هنحط قاعدة اللي هي كلنا طبعا عارفينها في الدستور المصري المادة التسعة وصعبية بتقول لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافي الاخلاء بس احنا هنحط تلات غذاء تحت كلمة صحي فده حق دستوري وبديه ان الغذاء لازم يكون يعني صحي وغير مسبب للأمراض وانا هو ايوه وأيوه كارسة زيوت اللي بي её تستخدامها او تدويرها هي موضوع كبير اوي فيه أطراف كتير جدا علشان نقدر نشرحه ببساطة هنتكلم انه فيه من حوالي كام سنة فيه هدف نبيل طلع ان احنا بنحاول نقلل الأضرار من ان احنا نتخلص من الزيوت المستخدمة بشكل غير آمن يعني نمي في المجاري مثلا نمي في الشارع مع الحرارة بيعمل ممكن انفجارات ممكن تأكل في البنية التحتية ففكرنا ان احنا هدف نبيل نستخدم الزيوت المستخدمة نعود تدويرها في حاجات مفيدة زي البيو ديزل مثلا حاجة شبه السولار زي العلف زي انواع الصابون طبعا الهدف شكله جميل ومحترم جدا لكن كالعادة للأسف بتلاقي أصحاب الضمائر ضعيفة بتستغل النقطة دي بتجميع الزيوت تحت السطار الهدف ده علشان تبدأ للأسف كارثة تدورها بتدفلها مواد كيموية عشان يرجع لونه تاني كلير ونقي مواد كيموية؟ اه مادة مشهورة واسمها سيليكات الأمونيا بيقول عليها سوبر ون دي مادة بتضاف على الزيوت اللي هي بتبقى محروقة بقى وكده وفبتخليها ترجع كلير وصفر وجميلة وذهبية نشادر في الزيت قبلع نشادر لما شفت الملف ده انا اتفاجأت بكوارث لاني لسه حدودك هتسمع كمان طبعا وبيوعد تعبئاتها يعني أبوات مجهولة ما فيش عليها أي داتا ولا أي حاجة وبتتبع تاني تحت بيل السلم وللأسف أحيانا بتتبع يعني للبيوت في الشارع يعني ناس بتبيع زيت زيت في الشارع زي فوضى أي حاجة بتحصل يعني طيب الناس دول القصة دي كلها أطرافها كتير قوي ما أقدرش نختصرها في الناس اللي بماشي في شارع تلم زيوت من البيوت طبعا دلوقتي بيوصل اللتر بياخدوه بسبعة جنيه بيقولوا ست البيت جمدلنا الزيت المستخدم وبهناخد منك اللتر بسبعة جنيه فطبعا مصدر داخل لأي ست بيت طبعا أحسن مترين يلا أحسن مترين بزبط لكن بيروح فين بعد كده هي دي النقطة عندنا صغار المجمعين اللي بقولوا عليهم عندنا مكان تجميع الزيوت دي أماكن وكل شيء نسمع عن ضبطية يعني ان ضبطوا مصنع بيعيد استخدال الزيوت دي تاني